إذن ميس تحالف الفتح مرحبا بكي يطلب استجابة أو دعوة السيد مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب ما الذي جرى ومتى قدم الطلب؟ بحجة طبعا أزمة كورونا حسين الخميس كتلة الفتح النيابية جمعت تواقيح 50 نائبا لاستضافة رئيس مجلس الوزراء بالبرلمان بحجة كورونا واستجوابه هو وخلية الأزمة خلال اليومين الماضيين صدرت تصريحات متتالية عن إخفاق الكاظمي في التعامل مع كورونا من أصوات تنتمي إلى دولة القانون والفتح سياسيون وبرلمانيون تعجبوا من موقف كتلة الفتح وزعيم أهد العامري بإصدار وثيقة تطلب بالرئاسة البرلمان استضافة الكاظمي التي تستوجب رئاسة البرلمان دعوة النواب إلى جلسة طارئة ومن ثم تحدد موعد لاستضافة رئيس الوزراء أو استجوابه وهي بحسب سياسيين عراقيين كما طبعا قانونيين ليست أكثر من ورقة ضغط تمارسها هذه الكتلة على الكاظمي في البرلمان طبعا أكدوا أن هذه القضية سياسية ويراد منها الابتزاز وتحقيق المناصب ردت طبعا وتعتبر رد فاعل مباشر على عملية الدورة حسين طيب هل ثمت وقت لعاقة هذه الجلسة معلن؟ حسين حتى اللحظة ليس هناك توقيت أو رد من رئاسة البرلمان خصوصا وأن جلسات البرلمان متوقفة بسبب إصابات بعض النواب والموظفين التي وصلت لأكثر من 30 إصابة منها ما هو معلن ومنها غير ذلك تواصلت مع برلمانيين وأكدوا أنه من الصعب عقد جلسة حاليا بسبب التخوف من العدوى ويرجحون أن النصاب لن يكتمل أيضا ربط نواب بين طلب الاستدعاء وعملية اعتقال السادس والعشرين من يونيو لعناصر من ميليشيا حزب الله ويرون أن الكاظمي سيتعرض للكثير من الضغوط لكنهم يعتقدون أن الشارع سيقف مع الكاظمي مثل وقفته عند اعتقال عناصر ميليشيوية أحسين طيب ماذا عن صوت الشعب فيما يخص هذه المسألة العراقيين؟ أحسين العراقيون ردا على سؤالك العراقيون يرون أن عمر حكومة الكاظمي لا يتعدى الشهر من لحظة التشكيل حتى الاكتمال فضلا عن أن تداعيات كورونا تعود أساسا إلى عدم التزام الشارع طبقا طبعا للمشاهد طبقا للمشاهد الموثقة من العراق وأيضا تصريحات المسؤولين أيضا العراقيون تحدثوا عن أن النظام الصحي المتهالك هو قد ورثه الكاظمي وحكومته وطالبوا بمحاسبة سلفه عادل عبد المهدي ولكن خطوة مساءلة عبد المهدي ليست من اختصاص البرلمان حاليا لأنه ليس على رأس وظيفته ولكن للبرلمان القدرة على نقل ملفاته المتهم بها للقضاء العراقي للفصل فيها حسين نعم شكرا جزيلا لك يا زميلة ميس الحربي على كل هذه الأضحات شكرا جزيلا لك يا زميلة موسيقى شكرا